تقترب محافظة إدلب السورية من حفة أزمة متعددة الجوانب مع تصاعد المخاوف من عدم قدرة القوى الإقليمية والدولية المتصارعة في سوريا على تفتيت عوامل أزمة تلوح في الأفق في ظل إسرار روسي واضح على حسم الموقف في هذه المحافظة لصالح النظام الذي بدأ أخيرا بدق تبول حرب إعلامية ونفسية ربما تسبق عملية عسكرية واسعة النطاق من شأنها في حال حدوثها خلط أوراق الأزمة السورية بشكل كامل وتختلف معركة إدلب عما سواها من المعارك إذ إن المنطقة تضم ملايين المدنيين فضلا عن أكثر من مائة ألف مسلح موزعين ما بين فصائل المعارضة السورية وتنظيمات أخرى تعلن أنها اختارت المواجهة مع النظام الذي يؤكد أنه سيستعيد المنطقة حربا أو سلما ودفع الموقف في إدلب لتحركات سياسية مكثفة لإنضاج تفاهمات نهائية في ظل حديث يتصاعد عن قرب توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام ولمواقع إيرانية في سوريا فزيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتم الأخيرة إلى دمشق تعكس قلقا إيرانيا من تطورات الموقف في سوريا ومن تهديدات أمريكية واضحة إذ قال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية وليام روباك في بلدة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا مؤخرا إن الأمريكيين مستعدون للبقاء في سوريا لضمان القضاء على تنظيم الدولة والتركيز على انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها وخلال الأيام القليلة الماضية واصلت موسكو الترويج لسيناريو هجوم كيميائي في إدلب حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إنه يجري تحضير ضربة على كفرزيتا جنوبي إدلب خلال اليومين المقبلين بأسلحة حرارية مسممة مضيفا أن هناك مجموعات من القاطنين في شمالي إدلب سيشاركون في الهجوم الكيميائي هذه التصريحات رأت فيها قوى المعارضة تمهيدا لمجزرة جديدة سيرتكبها النظام بالتعاون مع روسيا في إدلب وفي ظل تعقيدات الموقف والمصير المجهول الذي ينتظر إدلب لا تزال هناك مساع تبدل من أجل نزعفة للصدام الكبير الذي سيدفع المدنيون ثمنه خصوصا أن الجانب التركي يعتبر أي عملية عسكرية في المحافظة كارثة يحاول تجنبها ترجمة نانسي قنقر